حتى المساجد حيث يذكر اسم الله ويبث منها الأمان والطمأنينة لم تسلم من يد الذي ادعى أنه قادم للتحرير وتحرير الإنسان وفق شريعة حكام العراق الجدد وميليشيات المرشد الإيراني يعني محوه سواء بالقتل أو التهجير ومن ثم محو هوية أهل الأرض لإحلال أخرى مكانها وقد يحدث في اليوم الذي تحتفل فيه الحكومة بما تسميه يوم النصر أن تدخل ميليشي الحجد لأحد جوامع الموصل فتمنع الصلاة فيه وتتخذه مقرا لها وتلك ممارسات لا يدرجها التاريخ إلا تحت ممارسات قوات الاحتلال ديوان الوقف السني في الموصل قال إن قوة من الميليشيات برفقة معممين يتبعون لما يسمى بالتوجيه العقائدي اقتحموا جامع الأرقم في حي المثنى بالجانب الأيسر من الموصل وتمركزوا فيه واتخذوه مقرا لهم مطالبا للمحافظة والمسؤولين بالتدخل لإخراج الميليشيات من المسجد هيئة علماء المسلمين اعتبارت الحادثة ليست وليدة اللحظة بل هي جزء من منهج دأبت عليه الأحزاب والميليشيات التي مكن لها الاحتلال بمشروعيه الأمريكي والإيراني لافتة إلى أن سلوك الميليشيات الطائفية في الموصل دليل داحظ للدعاءات النصر والتحرير منهجية التغيير الديمغرافي ضد أهل السنة لا تشمل الاستباحة فقط فقد أقدمت الميليشيات في وقت سابق على إحراق مسجدين للسنة في قضاء تلعفر بأحياء النداء والطليعة بعد سرقة محتوياتهما والعبث بها وكالمعتاد قيدت القضية ضد مجهول نواب في البرلمان طالبوا بوضع حد للانتهاكات والتجاوزات الخطيرة على مساجد السنة لا سيام تلك التي يقوم بها مسؤولون في ديوان الوقف الشيعي مستخدمين الترهيب والتلاعب بسجلات التسجيل العقاري لتغيير السندات العقارية العائدة لديوان الوقف السني بالاتفاق مع مسؤولين في تلك الدوائر ولعل الرغبة الميليشيوية بالاستحواذ على المساجد لا تجد صورة تختصرها كصورة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة أبو مهدي المهندس في أحد أشهر جوامع بغداد أم الطبول وتلك سردية الزمن الغادر وسخرية القدر فسليماني يتجول في جامع ببغداد وجنوده يغتصبون آخر في الموصل